موسيقى 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 لاخواتي مسيني كتير موضة ما عم بعرف وين بدي حط اخواتي ما وين بدي ضبون لقيت هيدا الفكرة طبقتا عنده بالبيت و رح عطيكنيها انتو موسيقى 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 هيا اللي علبة موجودة عندكن بالبيت كرتون او بلاستيك او قدات كتير بكون في عنا علب هيك بكون بكون لون ذكرة حلوة ما منحب نكبون انا نقيت هيدا العلبة يلي الا هي تسكرتها معلقة فيها كيف فينا نعملها علبة تحتها نحط فيها لاخواتي موسيقى موسيقى سهلة لطريقة كتير هيني اول شي منجيب قماشة منقصة طويل اكيد مناخد عرض العلبة و ديما نخده جيبه القماشة يعني طول العلبة بيضربوها بخمسة او بستة ليه؟ لانه وقت بدنا تعوجها هيك هلأ بعلمكم كيف منت تعوج بتاخد من مسافة القماشة و لازم تكون تزرق يعني اهم شي العرض يكون تاخدو قبل ما تقصوا القماشة وتاخدو القماشة طويلة و ما تقصوها غير وقت بتجربو انه صارت انف يعني بالعلبة القماشة هيدا طويلة رح اعملها قدامكم ماشي ما بتكون غير تطوى بطريقة اكورديون او بطريقة كيف المهوية بتكون شقفة فوق شقفة بهاي الطريقة وهون كتير كمان مهم تكون التانية قدة التانية والتانية كتير مناخد بعين الاعتبار السمك العلبة هون انا عندي علبة سميكة كان التانية اكبر من هالقدية التانية اللي عم بتشوفوها يعني دايما نخدو بعين الاعتبار التانية السمكة العلبة وهيك منكون عم نعمل متل المهوية عملنا تعوجنيها بطريقة اكورديون صار عنا هيدا الفارم يلي بفوتو الاخواتين بقلبها منجيبون منجيب القماشة لتعوجنيها ومنفوتها بقلب العلبة بطريقة تكون مزروكة وهيدي هي الطريقة كتير هيني وكتير فيكن تلاقوا اللون اللي بتكون بس انا هيكي بعطيكن نصيحة انا جربتها وملقيتها حلوة بلشت اول شي بقماشة جبتها مقلمة من بعد ما تعوجتها ما بينت حلو لانه صار التقليم يفوت ببعضه روحوا اكتر على اللون الواحد يعني تكون اللون واحد مش مقلمة ولا فلوري ولا معرقة روحوا على اللون الواحد دك من بعد ما منحطها بالعلبة ومنزركها بكون عنا صار هيدا الفارم فيكن ما تلزقوها خلوها هيكي هي بقلبها مزروكة لانه ازاش نهار عزتو تشلوها تغسلوها يمكن تتوسخ او يجي على ياتاش او حيالا شي فيكن تشلوها تغسلوها وترجعو تحطوها وتطبقو زيت الفكرة اللي عملتها هلا خلصة العلبة فينا نشكشيك بقلبها كل الاخواتي متابعونا وديما انا بقلكون اول شغلة هي يكون كل شي مبين عليكن يعني ما تخلو اشياء اوقات تشتروها تضبوها او نتحشها بالجوارير وننسى وين حاطينا وما نعرف وقت نجي نعوزها ما نعرف وين موجودة اوقات كتير منشتري القطعش كتير بتشبه بعضها ننسى انو نحنا عنا اياها ليه لانو ما بتكون مرتبة ومحطوطة بطريقة حلوة بالبيت اللقماش باذا كان على علبة طويلة بتلاقي صعب تخلوها متوية وتجعو تاخدوها وتحطوها بالعلبة فيكون تقسمو على قسمين او ثلاثة قسم انتبهو كتير الخاتم كبرو يعني كاديش ديفيش من فوق لانو اوقات بتحطو الخاتم بالعلبة بتجو بتكون تسكرو الغطا بتلاقو الخاتم ديفيش لفوق ما بتسكر العلبة فكرة كتير حلوة كتير مغضومة وما بتكلف شي ديما انا بعطيكن افكار تقدرو تطبقوها بالبيت ويكون بزيت الوقت بفكير يكون فيه فيها توفير يعني ما عم بيجيب الاشياء اعطيكن افكار تحتى تشتروا وتطبقوا لا ديما تطبقوا الاشياء الموجودة عندكم بالبيت وهيكي بيكون صار عنا على البيت لترتيب الخواتم كتير مغضومة موسيقى 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 موسيقى